في المدينة المقدسة وبمناسبة عيد مارمارون شفيع رعيته أحيت كنيسة مارمارون قداسا إلهيا ترأسه المطران موسى الحاج رعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة للموارنة بحضور كل من السفير البابوي والقنصل الفرنسي في القدس ولفيف من الأسقفة والرهبان والرهبات والعلمانيين وحجد من المؤمنين وبعد قراءة الإنجيل المقدس دعا المطران الحاج في عيضته إلى الاقتداء بالقديس مارون الذي عاش في حقبة زمنية تملأها الاضطرابات حيث كان مدرسة للصلاة والمحبة كما دعا إلى الصلاة لشفاء المرضى في العالم وأن يعم الأمن والسلام ربوع لبنان وأن يعيش الجميع بوآمن وعيش كريم